إسراء فرغل تنقل لنا تجربتها في كتابة المحتوى صباحا خير إسراء شكرا لكم على الاستضافة حياكي ويعطيكي ألف عافية نبغى نتكلم شوية عن المحتوى المقدم كيف يتم إطلاق الأفكار اختيارك للفكرة التي ستعرضيها في هذا المجال أول شيء أبدأ بيعني أشوف إيش القضية المجتمع يواجهها المشاكل الاجتماعية أو رسالة معنوية أقدمها لفئة مستهدفة من الناس فبعض المشاكل الاجتماعية اللي يواجهها الناس مثل التنمون مثل العنصرية مثل التحرش وأجسد هذا العمل أو الحل عن طريق تصوير فيديو بفن من الفنون سواء رسم أو صوت أو غناء أو حتى لو كان نحت سينمائي أو مكياج سينمائي الأساسية أنك تصليم بالرسالة بطريقة تكون جميلة لأن تحقق أهدافها طيب الوصول إلى هذه الطريقة كيف تتخيلين حجم الرسالة أو الفن اللي بتستخدمينه تحديداً لنكون مناسب لهذه الرسالة خلنتكلم شوي في مطبخ صناعة المحتوى الخاص بك أول شيء بعد ما أحدد الفئة المستهدفة اللي أحب أوصل لها الرسالة أو المشكلة الاجتماعية اللي أحاول أحلها أشوف إيش الفن اللي يناسب هذه الفئة أو هذه الفكرة سواء بالرسم أو بالمكياج السينمائي وتقريباً يعني الفئة المستهدفة أحدد هل هي بصرية هل هي تتأثر بالصوت هل هي تتأثر بالسم وعلى أساسها أختار الفن جميل طيب التقدم الرقمي والتقدم التكنولوجي الموجود والطاقة الهائلة والكبيرة اللي موجودة في المملكة العربية السعودية وتوجهنا خلال السنة الماضية بسبب جائحة كورونا إلى التقنية والتحول الرقمي بشكل عام هذا كيف ساعدك إيجابياً في عرض هذا المحتوى وإيصاله لمجموعة أكبر أول شيء بالتعرف وتكوين العلاقات نقدر خلال توسيع العلاقات أن نعرف أنواع الشخصيات وبعد ما نتعرف على أنواع الشخصيات كل شخصية كيف نقدر نأثر عليها نعم يعني أستاذ أسراء هذا الذي تتحدثين به هل هو أمر اكتسبتي بالتعليم ولا لا فعلا تحققت مقولة أن الأنترنت فعلا جامعة يمكن التعلم منها والله صناعة المحتوى يعني حالياً في العالم هو يعتبر مجال جديد نعم فنادر ما تلاقي فيه محتوى دورات أو برامج تدريبية لي فيكون التعليم تقريباً ذاتي عن طريق المشاهدة أو عن طريق التجربة والقراءة والاطلاع على الأسباب والمشاكل والحلول جميل كيف ممكن الواحد يستثمر في قدرته أو موهبته على صناعة المحتوى ممكن يكون هو المسؤول عن شركة من الشركات كتسويق وصناعة محتوى بحيث أنه يوصل هدف الشركة أو المؤسسة بصناعة المحتوى كل شكر لك يا الأستاذة إسراء فرغل وأنت صانعة المحتوى موفق وانا أخوك يضع تكلافية يضع عن طريق المحتوى